يعني أنا أحط له بس من حضرتك أننا نتكلم بشكل غير علمي بحت عشان أنا عايزة يعني كلنا نفهم المصرح المصري فينه؟ التجارب المصرحية قليلة جداً الناتج المصرحي قليل جداً المسارح مش موجودة في الشارع المصري وفي المدن المصرية ماذا نفعل؟ ما هو أنا الأول بقول على أطر تنظيمية علشان بعد كده ننظم لماذا؟ المشكلة كمان في المتلقي المصري المتفرج المصري أنا لازم أخليه يتعاطى أنواع مختلفة لأن فرجة المصرح تدريب أنا دايماً بيبقى عندي حاجة اسمها النص الشفاف والنص الكسيف يعني إيه النص الشفاف؟ أنا بدي للمتفرج اللي عايز يسمعه وبالتالي ما بساعدش أن المجتمع يتحرك حراك حقيقي في عملية التغيير الاجتماعي أما النص الكسيف فهو بيدرب كل الكوابح اللي المتفرج عايز يحمي نفسه بها فدي أشياء أخرى يعني لازم إحنا نعرف المصرح في العالم اتجه إلى اليومي اتجه إلى الطبيعة اتجه إلى الجموع الإبداعية المصرح المصري حالياً كيف يكون موجوداً في مصر كما كان في السابق؟ وطبعاً وأنا مش عايزه يبقى كما كان في السابق؟ لا أنا مش عايزه نفس الصورة بس أنا بتكلم بنفس الانتشار بنفس التواجد بنفس التأثير المصرح في الستينيات على فكرة كان تحت دعم الدولة والسلطة السياسية دلوقتي المصرحي بيلعب لوحده تماماً أعرف حضرتك إزاي؟ طب المصرح في الستينيات كان تحت دعم الدولة زي ما حفظك بتقول دعم الدولة المصرح طبعاً لازم يبقى كده لازم يبقى في الستينيات هو ما يجب أن يكون ما يجب أن يكون لكن مع التعقيدات الإدارية اللي بنتكلم عنها وتولي مسؤولين كثير ليس لهم في المصرح مع عشان كده أنا بدأت بالإطار التنظيمي إنه لازم يبقى في إطار وتصرف تنظيمي مختلف وبعدين أبتدي أشتغل على الموجات اللي موجودة في العالم خلي بالحضرتك من حاجة إن إحنا في عصر السوشيال ميديا وعصر الثورة الرقمية وعصر الاقتصادات المتعولمة كل ده عمل مجتمعات غير متجانسة يعني مش كلنا نفس التفكير ومش كلنا نفس السلوب هذا المصرح لسه لا زال يتعامل مع جمهور وكأنه متجانس أنا بدي للمتفرج بتاعي افتراضات ثقافية مختلفة واحتمالات ثقافية ممكنة وأنواع مختلفة من العرب المسرحي يعني أنا أعرف حضرتك المسارح في الغرب بتتجه إلى الحياة اليومية ليه؟ لأن أنا هتكلم عني بشكل شخص يعني إيه تتجه للحياة اليومية؟ هقول لحضرتك دايماً فيه فرق بين أن الفن يحاكي الفن نفسه أو يحاكي الحياة اليومية فخلاص أنا فيه مقالتين الصرفية جداً ومقلتين المقولة الأولى اللي لفت نظري وانا طالب بمأن حضرتك مهتمة بالسياسة كمان وعلاقتها بالسينما وانا مهتم بالسياسة وعلاقته بالسياسة ستالين زمان قال جملة لفتت نظري جداً قال أن الأدباء والفنانون هم مهندس النفس البشري إذن كل ما شاهدناه في طريق المسرح اللي فات لحد الستينيات والسبعينيات من قرن العشرين كان عبارة عن هندسة اجتماعية التعامل مع ما يمكن أن يحدث المسرح اليومي ابتدى يهتم بمشاكل الناس الحقيقية لكن مش معنى كده أنه بيفصل الطيرات الفنية أثناء عمل اليومي ده لا ده بيدخل بس بس بيدخلها من غير سياغة أيدولوجية يعني بيدخل الفن من غير والعمل بيبقى مفتوح على احتمالات كتير مش محصور في معنى موجه للقارئ أو المتفرق أنا ما بوجه كيش أنا بفتح ذهنك قدام احتمالات وافتراضات كتير وتلك يعني إحدى وظائف الفن بشكل معنى بزعب ما بدلكيش معنى جاهز بمعنى صح يعني إذا كان كلامي مفهوم ومش بالغ الأكاديمية الجزء الثاني الطبيعي الفن لازم يتجي إلى ما هو طبيعي لأنه بقى فيه نظرة للثقافة أنها بتقيد ما هو طبيعي في الإنسان علشان كده فيه مناهج إخراجية بتتعمد أن أنا مع المهارات التقنية اللي أنا بكتسبها في ورش التدريب أتخلى عن الكوابح النفسية بتاعتي علشان ما أخافش علشان أتعامل مع الحياة برحابة وبمخ مفتوح وأمتلك ثقافة السؤال وأمتلك الشك أحياناً الشك بيدفع بالمجتمع ثقافة الشك نفسها تدفع بالمجتمع إلى الأمام وتساعد على الحراكة الاجتماعية أنا اللي ما بيجي أقول إيه تغيير الخطاب طب تغيير الخطاب هيتم إزاي؟ بثقافة السؤال بالشك في المطروح عشان أوجد ممكانات أخرى لأن الحياة مليئة بالاحتمالات المغاية